بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إزاي أستطيع أن أستحوذ على قلوب الناس الذي لا أقول يلوي عنق الناس بل يدقها هو الإحسان ولا تقابل السيئة بمثلها تخطف قلب غيره وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن نبي بن سلول ده صحابي خلي بالك أنه كان مع النبي على طول وكان بينه وبينه مناقشات والتاعة والكلام ده والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده وكفنه في فيابه كمان وهو يعلم أنه رأس النفاق وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويقصد بنفسه الأعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل الكلمة دي سمعها زيد بن أرقم أم رأي على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن سلول وقال له أأنت القائل كذا وكذا فجعل يحلف ويشتد في حلفه أنه ما قال ذلك خلص طرام حلف خلص فزيد بن أرقم لم ينم ليلتها لأنه صار في عين النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا فصار تقلب طيلة ليلة لحد ما نزلت الآية تصدق زيد بن أرقم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله صدقك تمام بعض الصحابة أراد أن يقتل أبي سلول عبد الله بن أبي سلول ابنه عبد الله كان مسلما كان صحابيا هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلول فبلغه أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه فجاء عبد الله وقال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي لكن أنا الذي أقتله فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته شكرا